تنضم إلينا من واشنطن المبعوثة الخاصة للإدارة الأمريكية لمراقبة ومكافحة معادات السامية ديبرا ليبستاد أستاذة ليبستاد ما هي خطة إدارة الرئيس بايدن للتعامل مع تزايد ظاهرتي معادات السامية وكرهية الإسلام في أوروبا والدول الأخرى أعتقد أن الخطة خطة واضحة ومباشرة الاستراتيجية القومية بالنسبة لمعادات السامية ومعادات الإسلام هي الآن في طور الإعداد وستعتمد كثيرا على خطة معادات السامية أو مكافحة معادات السامية وهي معمولة بطريقة تجمع وكالات مختلفة معادات السامية مثلا فيها أكثر من عشرين وكالة ننظر على سياساتها وبرامجها لنرى كيف يكافحون معادات السامية الشيء المهم هو أن معادات السامية هي تحامل مثل العنصرية ومعادات الإسلام أو كره الإسلام والتحامل والتحيز باللغة الإنجليزية معناها إصدار أحكام مسبقة أنا رأيت مثلا الشخص يرتدي يرمك أو امرأة بالحجاب ومباشرة أعرف من هم وما يؤمنون به هذا هو التحيز أو التحامل هو خطأ وسخيف وهو أيضا خطير جدا سعاد سفيرة كتبت على منصة أكس بأن الاعتداء على شخص يهودي يسير في الشارع ليس عملا احتجاجيا وليس دفاعا عن حقوق الفلسطينيين بل إنها معادات للسامية ما الذي يتم فعله أيضا بالتعامل مع الدول الأخرى مثلا عن مهاجمة المسلمين الفلسطينيين الذين يحتاجون سلميا على قتل الأطفال أو ببساطة عندما يرفعون العالم الفلسطيني أو يرتدون الكوفية ما الذي يجب فعله مع الدول الأخرى نظرا لارتفاع أيضا حالات معادات السامية وكراهية المسلمين نحن نعمل ضد كل أشكال التحيز أو التحامل لا نقبله في اجتماعاتي وفي كتاباتي أنا أشير إلى هذه النقطة لا يمكن أن تكون انتقائيا ضد التحامل تقول أنا ضد العنصرية ولكنني معادل السامية أنا ضد معادات السامية أنا ضد السامية ولكن أنا مع كره المسلمين الأمور لا تسير بهذا الشكل يجب أن تكون ضد كل أشكال التحامل إذا بدأت بمجموعة فلن تنتهي بها وبالطبع أي شيء ينتهك حقوق الناس خاصة حق الأمم في التظاهر وحمل الأعلام أي شيء ينتهك هذا خطأ وهذا يعتمد على البلد في بعض البلدان هذا غير قانوني بالطبع هذا شيء نعارضه وبالتأكيد نريد أن لا نراه سيادة السفيرة أيضا إذا أردنا نتحدث عن مواجهة ومحاربة هذه الأعمال ومكافحتها على الفضاء الإلكتروني ظهر في الفترة الأخيرة قبل ثلاثة أشهر وصومة هاشتاج بأن هتلر على حق أو هاشتاج آخر يدعو لقتل المسلمين كيف تنظرون إلى الدور منصات التواصل الاجتماعي في مكافحة خطاب الكراهية ضد المسلمين وضد اليهود ما هي التدابير التي تعتقدين بأنها ضرورية لمعالجة هذه القضية على مواقع التواصل الاجتماعي ما يمكن عمله بالنسبة للأشياء على الإنترنت بالطبع هذا يعتمد على قوانين كل دولة وهناك طبعا حرية التعبير وربما هذا قد يكون مضايقا ويبعث على الإزعاج أو يجعلك غاضبا ولكن هذا جزء من دستورنا وبالطبع نحن ندعمه بقوة وبعد أن قلت هذا ما نؤمن به في الولايات المتحدة هو أن الإطار أو المنصة الإعلامية عليها أن ترقى لوائحها المعلنة وأهدافها الخاصة بالتخلص من الكراهية في مواقعها أنا أسأل أحيانا لماذا هناك زيادة في معادات السامية التي نراها في السنوات الأخيرة على مستوى العالم ما هو المختلف اليوم عن الماضي وكل أشكال التحامل بما فيها كره المسلمين المنصة هي عبارة عن وسيلة اتصال مع الناس المنصات هذه يمكن أو الكثير منها لديها توجيهات لا تسمح لها بمثل هذه الأشياء ونحن نطلب منها أن تدرب عناصرها على هذا الشيء أيضا الفرد يمكنه التوقف عن التغريد وإرسال هذه الرسائل المليئة بالكراهية والتي تجعل الناس يطورون ويبلورون تحامل وتحيص إذن هذه المنصات يمكنها أن تستجيب والأشخاص يمكن أن يلعبوا دورة أيضا العالم الرقمي حول العالم وفر منصة للمتطرفين لنشر الكراهية والمعلومات المضللة ضد المسلمين وضد اليهود برأيك كيف يمكن التوازن بين حرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية خصوصا عبر الإنترنت حول العالم هذا صعب جدا أن تأثرت واحدة من أكبر القضايا صعوبة وتحديا أعتقد على الأقل في الولايات المتحدة الدول أخرى لديها قوانين ولوائح مختلفة ولكن بالتأكيد الولايات المتحدة تدعو أو أنا أطلب رسائل عامة أن هذا شيء خطأ هذا لا يجب على الناس أن يعملوا هذا له تداعيات شنيعة بالطبع لا يمكن أن يتم منعها إلا إذا كانت هناك خطاب كراهية مثلا له تداعيات هذا بالتأكيد شيء القادة قادة كل الدول سواء في القطاعين العام والخاص عليهم أن يقولوا أن هذا شيء له تداعيات شنيعة الإنسان قد يجلس في بيته أو مكتبه وراء الكمبيوتر أو على التليفون ويطبع رسالة ويقوم بتحميلها بدون التفكير في النتائج والعواقب على الإنسان أن يفكر في العواقب لأننا نعرف كما طرح سؤال علي هذه التغريدات تغذي العنف وتغذي أفعال شنيعة السفيرة ديبرا لبستاد المبعوثة الخاصة لإدارة الأمريكية لمراقبة ومكافحة معداد السمية شكرا لوجودك معنا شكرا للمشاهدة